السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام الفيديو اللي معنا النهاردة هنتكلم عن صفا الجميل الفنان اللي كلنا حبناه واشتهرت شخصيته بنوفل وهو أحب ليلة مراد وقع في غرام أسمهين واكتشفوا الفنان عبدالوهاب وكمان هنعرف محطات في حياته الشخصية وكمان الفنية هو اشتهر الفنان صفا الجميل نوفل السلمة المصرية بأدوار الكوميديا وخاصة دور الولد المعاجزينيا والفنان الكبير ليه قصص وحكايات مسيرة جدا هنعرفها معنا في الفيديو طبعا ظهوره على الشاشة لا تتعدى 60 دقيقة في 17 فيلم بمعدل 3 دقائق لكل فيلم ورغم الدقائق القليلة والبسيطة دي إلا أنه دخل قلوب المصريين وكل من شاهدوا على شاشة السلمة والتلفزيون وأصبح أهم كنبارس مصري على مدار تاريخ السلمة المصرية لا ومش بس كده ده كان كمان بيحب أن الوسط الفني بيندي بصفصف وبالمناسبة قدم شخصية الشاب المعاجزينيا ولكن في الحقيقة هو كان غير ذلك خالص كان بيتميز بسجاء حد ولم يكن أبدا معاجزينيا وكان لسانه تقيل بس شوي وكان كمان بيجيد العصف على الكمان وتميمة الحظ لكل الفنانين اللي شاركوا معاه في أفلامهم وبرغم أنه كان بيظهر في مشاهد صغيرة جدا سنوية إلا أنه كان واجهه معروف لكل المشاهدين وخاصة الإفاء اللي قاله في سلام فخير لما كان بيغني مع الفنان نجيب الرحاني وقال محبابة وده التقرير اللي هنقوله عنه وعن شخصيته وعن حياته الشخصية وهو من موليد 7 فبراير عام 1907 واسمه الحقيقي صفى الدين محمد وشهرته صفى الجميل وأطلق عليه صفى الجميل الفنانة ليلى مراد وكمان عارف الجمهور نظرا لملمه المميزة التي أهلته لنوعية معينة من الأدوار برغم أن البعض بيعتقد أنه كان معاق ذهنيا إلا أن صفى الجميل لم يكن ذلك حيث كان يعذف الكمان وسأله أحد الصحفيين أنت مش مدايق من وشك وطبعا رد صفى الجميل بابتسامة وقال يضايق ليه حتى أنه صخر من ملامه وقال يمكن يعمله مسابقة ملك جمال الوحشين وياخد اللقب واكتشفوا الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وقدموا لأول مرة للسلمة وده كان عام 1938 في فيلمه الشهير دموع الحب وده كان سنة 1935 وكان بيحب الفنانة أسماهان لدرجة فضيعة وكان بيعتقد أن الفنانة أسماهان بتبدله الحب وتحطم قلبه بعد وفاتها المفاجئ سنة 1944 الفنانة أسماهان بتحرص على بقاءه برفقتها في الستوديو طول الوقت وعندما كانت تسافر خارج القاهرة كانت بتحرص على التواصل معه عن طريق الخطابات أما عن وفاته فتوفى في 27 يونيو عام 1966 ورحل صفا الجميل عن عمر يناهز 59 عاما رحم الله الفنان القدير في صفا الجميل